تحية لك كلها عم بتابعونا عبر موقع فوشيا وحبيني عرفوا توقعاتنا للـ 2021 مولود برج السرطان 2021 سنتك الفلكية في نقول فتحت عندك من أواخر شهر 11 ومكملت معك بشهر 12 وريحة معك من الناحية العاطفية وأنت بانتظار الارتباط أو حتى بانتظار تقرير المصير أو المصالحات أو العودة إلى شريكك السابق فكأنك عم ترجع تزبط وضعك العاطفي مع شريكك وأما على الصعيد العاطفي على الصعيد المهني ممكن تشغلك بالك بعض الأوراق القانونية أو القضائية وحابب أنك تنتهي منها بتسوية معينة ورح تضاعف أرباحك بالمرحلة القريبة رغم أنه عندك مخيف على ممتلكاتك أو حقوقك أو ورس أو عائدات مرتبطة لك صحيح أنه في عنا بعض المعاكسات من ناحية المال والأعمال إلا أنه الأجواء رح تكون كتير إيجابية من بعد الربع الأول من السنة وكمان رح نشوف كأنه أنت حتبلش تمسك العصاية من النص بشكل أنك ما تخسر حدا ولكن ندير بالك من نوعك صحية قاسي ممكن تكون معرض لإله عاطفيا رح تكون الشخص المطلوب والمحبوب وحالة الاستقرار العاطفي مثل ما قلتلك أنه كان للمرتبطين تصالح وأنه كان للعازبين قرارات كتير مهمة فمثل ما عم نشوف أنه في عنا استقرار عاطفي مستمر معك وسنتك 2021 تعتبر سنة ممتازة بالنسبة للقرارات العاطفية وخصوصا للمتخص مين يعني هي سنة فلكية عم توعدك بإيجابيات من الناحية العاطفية أكتر من أمور تانية الأمور التانية رح تعرف كيف تتجاوزها بزكائك بالحنكة طبعيتك ولا ربما كمان تكون عم تشتغل على أوراق بتتعلق بإقامة أو بأرض جديدة هذه كانت أخبارنا الفلكية وتوقعاتنا للـ 2021 ولكن على بالاو نتوصل ومعي على أرقام المكتب عندي على 0961-777-7586 والرقم الثاني لهو 0961-777-7587 لأي قراءة لخارطتكم الفلكية وسنة 2021 21 شو بتاعتكم فيكن تحكوني وتتوصلوا معي اتضلكم بألف خير وينعاد عليكم باي باي